لان انسان بدى رضا زي سفينة من غير هدف يأس من حياة ما عندوش مسألة رضا عبارة عن ايه يعني زي الرمل يشرب الماء ويتشرب ولا ينتج لكلأ ولا عشب ولا يمسك ماء سبحان الله وبعدين عايز اقول للانسان اليأس من حياة التفاقل يا ابن الحلال معدي يعني تفاقل عسى فرجوا يكونوا عسى نعلل انفسنا بعسى فلا تجزع اذا ما صادفت هما يخطع النفس فافضل ما يكون المرء من فرج اذا يائسه لان انت في اخر الامر الازمة تمر تكسب منها ما تخليش مع الازمة ازمة الضيق عندك واحد جات له مصيبة ما يجمعش في اختي واحد مصيبتين لا مصيبة المصيبة ومصيبة الجزع خالي المصيبة جاءت خد منها الخير اللي هو الصبر والرضا واعلم ان هذا من الله وده رفع درجات وكفر الذنوب ورضا من الله عز وجل وتوفيق ان يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولكن لا يعطي الدينة الا من احب اكثر الناس بلاء الانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل يبتل المرء على قدر دينه يعني شؤون النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية بلاءه سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت ما الذي حدث يائس لم يأيس هتف لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ها فنجاه رب العباد سبحانه وتعالى ايوب لما مسوا الضر قال رب اني مسني الضر انت ارحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر صحابة في غزوة احد اهل الناس جمعوا لكم مرة تانية وجاي ابو سفيان يقضي عليكم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والتبع رضوان الله والله بالفضل العظيم سبحان الله اول ما نزل العدو قال ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا وثبت اقدامنا وانصولنا على الارقام الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين يعني اذا انسان يستعين بالله عز وجل